نرى أن زينب صنعت أولا مزيفة بدلا من مجوهراتها في الخزنة وباعاتها ثم أعطتها للمساعد في العيادة بهذا المال إنها تريد تغيير نتيجة فحص الدم وتفترض أنها حامل يقبل مقابل المال تتظاهر يلدس التي من المفترض أن تكون حاملا بتعبئة حقائبها والمغادرة لكن هاليت التي اكتشفت أنها ستنجب طفلا آخر لن تسمح لها بالرحيل على الجانب الآخر هو في الفضول الغير مدرك لما هو نادر تعلن للعائلة أن يلدس حامل زوجي يتفاعل يعطي الأخبار إلى هاليت إندر ويلدس زينب تتفاعل زينب بقصوة عندما تعطي ليلة خبر الحمل لأمها يرتفع ضغط دم زيرين يخبرون حراء أنها طردت لكنها تصنع مشهدا مرة أخرى تضع اندر خطة ليلدس لإجهاد طفلها زهرة، زرين، نادرا ما تلتقي وتجعل الوضع حرجا يطلب اندر من زيرين تصحيح الأمور بينه وبين زينب ديسمبر يذهب زرين أيضا إلى عليهان ويخبرها أنه سيعطي الفتاة فرصة أخرى ويدعوها لتناول الشاي من بين أولئك الذين يأتون والدة حراء وتواجه زينب موقفا صعبا ديسمبر عندما تذهب زينب وعليهان لتناول العشاء يرون أمير وليل يغضب عليهان منهم جميعا ويغادرون المكان قرر عليهان إقالة أمير بينما كان مستاء من ابن أخيه على الرغم من أن زينب تحاول تخفيفه إلا أنها لا تستطيع النجاح عليهان يرفض الأمير تلتقي اندر بالخادمة إسل وتعطيها دواء لتختلط في شيء يأكله ويلدز ويشربه على الرغم من أن المرأة لا تقبل ذلك في البداية إلا أنها تعطي الدواء وتعطي الأخبار لاندر بعد أن يتصرف يلدز بشكل سيء يستنتج اندر أن يلدز ليست حاملا من حقيقة أن الطفل لم يسقط هذه المرة يذهب إلى كيلينيت ويجد التقرير الحقيقي سيكونون سعداء برؤية أنها ليست حاملا حقا تم إخراج زينب من المتجر الذي دخلته لشراء شيء ما لأن حراء طلبت ذلك لكن الفتاة لا تشكو إلى عليهان يتدخل يلدز في الموقف ويخبر ليهان سريران يجعل ليهان هذا المتجر مفتوحا في وقت متأخر ويسمح للرجل الذي طرد صديقته بخدمته يكتبون ألفاظ نابية على جدار منزل زينب تحتوي على اسمها زينب لا تهتم بينما يأخذ عليهان الحادث على محمل الجد أخبره عليهان أنه سيذهب إلى أنقرة في اليوم التالي في اليوم التالي تحطمت أواني الزهور أمام منزل عليهان ووزعت الزهور تلتقي زهرة وكمال مع يلدز أثناء ممارسة الرياضة على الشاطئ يتلقى الأخبار أن المرأة حامل اندر يعطي التقرير إلى هاليت في الشركة في اليوم التالي هاليت لديه شخص أحضره إلى المنزل أزال الدم وأغلق يلدز اكتشف هاليت الذي جاء مرة أخرى أن زوجته حامل رضخ من ناحية أخرى صدم النجم بحقيقة أن اللعبة التي كان يلعبها تحولت إلى حقيقة يدرك أليهان أن هناك خطأ في الطائرة التي يستقلها عندما ينظر حوله يدرك أن الطيار والموظيفة قد فاقدا للوعي الطيار لديه حراء على الفور ويفتقد الطائرة الفتاة التي طرقت عليهان بطريقة ما تغير الطريق هاكان وزينب يتعرفان على الوضع والذعر تقبل زينب عرض الزواج الذي قدمه عليهان ترتدي خاتما حجريا واحدا ويواصلان علاقتهما في اليوم التالي لا يذهبون إلى العمل ويقضون الوقت معا ويحلون المشاكل والخداع بينهم من خلال التحدث عندما يشكك هاليت الذي التقى كمال في الدعوة في الأحداث يقول الرجل إن يلدس هي زوجته البالغة من العمر واحد يوما يريد هاليت التحدث إلى اندر الذي استأجر يلدس وكمال كمال يحمي اندر ويخبره أنه لا يعرف شيئا ويقول أيضا أنه لا يوجد شيء بينه وبين يلدس لكن هاليت يغضب من زوجته لعدم إخباره ديسمبر في اليوم التالي ذهب يلدس الذي نجى من الترامي ولكن انتهى زواجه إلى كمال للتحدث نادرا ما يذهب إلى منزله للتحدث مع الرجل تذهب زينب أيضا إلى كمال للتنفيس عن غضبها يذهب كمال ويتحدث إلى الريم ويخفف الصبي يدعو اندر هاليت إلى منزله لتناول العشاء ويقول إن الرجل الذي هو منافسه أعطاه أحد المنازل التي بناها لاثنين سنوات في مقابل الحصول على وظيفة لكن هاليت يطلب منه عدم قابول نادرا ما يحقق هدفه تخبر هاليت المرأة أنها تستطيع الذهاب إلى أي منزل تريده حراء لا تزال غاضبة يلقي غضبه على الليهان ثم يذهب إلى زيرين يذهب زيرين إلى أخيه ويتحدث ثم يأتي إلى الشركة ويصرخ ويصرخ في الأماكن العامة يقرر جيم أخذ تذكرة طائرته وترك الشركة بعد هذا الحادث ويقول وداعا حزينا لزينب قررت أليهان إقالة حراء بالقول إنها لا تملك إدارة الغضب يأخذ عليهان زينب ويذهب إلى زرين وليل لكن المرأة لا تزال غاضبة عندما تشتري أليهان منزلا لتعيش مع زينب تحصل أيضا على كلب يسمونه الكجوب يذهب كمال إلى الشركة وتذهب هاليت لتناول العشاء أولا ثم تذهب للتحدث إلى ظهرة وتجذبها أخبر اندر يلدس زوجك لديه صديقة عندما لا يؤمن يلدس يلقي اندر صورة هاليت واثنين منهم في السرير في صباح اليوم التالي وموقع منزله للمرأة ينطلق النجم على الفور ويرى الخيانة بعينيه النجم يحب ذلك يكشف الفحص في العيادة التي ذهبوا إليها أن يلدس حامل بعد أن سمع عن زوجته حازم هاليت حقائبه بغضب وغادر المنزل يخبر الجميع أنه ذاهب في رحلة عمل تخبر كمال زينب أن أختها بحاجة إليها وتأخذها بعيدا بالطبع لا يخبر النجم ما حدث لكنه يخبر أشياء أخرى صاحب المتجر يتحدث إلى هاليت المرأة تخفف كل شيء للرجل بالمال الذي تلقته من يلدس تريد دفني الطموحة للغاية التحدث إلى اندر وإخباره بما حدث والعمل معا لكنها تغادر دون التعاون معه تمكن اندر من الذهاب إلى هاليت الذي يقيم في الفندق وقضاء الليل مع الرجل قائلا إنه سيدعمه ولكن عندما يسمع أشياء جيدة عن زوجته من صاحب المتجر يطلب منها الذهاب إلى اندر الذي رأاه في غرفة الفندق في ذلك المساء لدينا ممنوع أبل معلومات الفيديو قد انتهت هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات ترجمة نانسي قنقر